يحاول سكان بلدة وشكاي في جنوب شرق أفغانستان بكل ما في وسعهم العودة إلى الحياة بعدما تضررت بلدتهم بشدة جراء الزلزال الدامي الذي كان مركزه على مسافة كيلومترات قليلة منها ودمرت عشرات المنازل تماما ودفن السكان عشرات القتلى وقد أود الزلزال بحياة أكثر من ألف شخص في المنطقة وتسبب بإصابة ثلاثة آلاف آخرين وبتشريد الآلاف تقع البلدة المعزولة المحرومة من الكهرباء والمياه في حوض كبير تحيط به جبال متوسطة ويمر فيه نهر شبه جاف تستارق الرحلة من مدينة أورغون إلى وشكاي ثلاثة ساعات عبر طريق ترابي وعر وضيق ومتعرج لا يمكن سلوكه أثناء هطول أمطار غزيرة كما كانت الحال ليلة الزلزال وتلك التي تلتها من او سابرت ما فعل في الدولة المدينة في حوض يوازي حمش ويوازي خمير أو دوسورة لفرخوارقون غلي داني زموك فاعد نكوي نانسبة كى عرده داي شدية دا مرمي دا المرد دينه ورست دوام يشت بعد بيا جمع روانده جدي ساخت يخنى سرا مخمخ مخمخه جو زموك دبامون ودكورون ودنه وپجودوالو كى دوازمون سرا ملتر وكى نور ديرا مره باني 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 ووصلت شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي آتية من كابل وأخرى لمنظمات دولية غير حكومية وأخرى محلية وهناك شاحنات إضافية في طريقها إلى المنطقة بدأ توزيع الأغذية والمساعدات ولكن أحيانا بشكل فوضوي